اشتركوا في القناة الله أكبر مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام في برنامج حقيبة مقاتل هذه الحلقة بعنوان قاتل التي تبغي أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع الله 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 أكبر مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام مرة أخرى عندما يكون الإنسان لله ومن أجل الله يعرف متى يكون حربا ومتى يكون سلما متى يكون نارا ومتى يكون نورا متى يوالي ومتى يعادي متى يقف الموقف الحاسم ومتى يلين ويتواضع هذه المسألة تجعل من الإنسان إنسانا متجردا لله يكون حيث يريد الله منه أن يكون فيوالي من والى الله ويعادي من عاده متى أمره الله أن يحمل سلاحا حمله ومتى أمره الله أن يحمل قلمه حمله متى يريد الله منه أن يكون في محرابه كان ومتى يريد الله أن يكون في جبهته ومتى رسه كان هذه المعاني السليمة التي يعيشها الإنسان المسلم يدرك حقيقتها من خلال عيشه الصحيح مع كتاب الله رب العالمين مع الآيات الواضحات حيث يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو يتحدث عن الخلاف الذي قد ينشب بين المؤمنين وبين المسلمين وهذا أمر قد يحدث فيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله عندما يقف الناس أمام الأيد المعتدية فيردعونها ويردونها عندما يقفون أمام الأيد الظالمة والباغية فيقطعونها ويسجرونها يأطرونهم على الحق أطرى يكونوا قد حققوا مراد الله البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنموذج عجيب لهذه الصفة هذا الرجل صاحب دعوة مستجابة تقول كأنه لا يخرج من محرابه كأنه لا يترك صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل أشعث أغبر ذو ضمرين لو أقسم على الله لأبره من منهم يا رسول الله فيقول منهم البراء بن مالك إذن هذا الرجل ذو الضمرين الذي لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره نلاحظ إذن هذا الموقف لهذا الرجل الصالح هل منعه عن الجهاد؟ هل منعه عن قتال المرتدين؟ هل منعه عن قتال البغاة؟ ننظر في التاريخ ونقرأ وإذا بنا نجد أن البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما كانت معركة اليمامة كان له موقف عجيب لا يستطيع الرجال العظام أن يتحملوه عندما أغلق أصحاب مسيلمة على أنفسهم في حديقة سميت فيما بعد بحديقة الموت أمر من كان معه فقال احملوني على التروس فوضعوا جلدا ثم حملوه برماحهم ثم ألقوه إلى داخل الحديقة فأخذ يصارع ويجالد حتى فتح للمسلمين بابا ودخل الناس وانتصروا فلما أخذوه وجدوا به ما يزيد عن بضع وثمانين جرحا وأخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يداويه شهرا كاملا البراء بن مالك صاحب الدعوة المستجابة صاحب الصلاح والتقوى لا يشق له غبار ولا يستطيع أحد أن يقوم مقامه لذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل إلى أمرائه فيقول لهم لا تولوا البراء بن مالك على قوم فيوصلهم إلى المهلكة إذن هذا الرجل لا يستطيع أحد أن يقف مواقفه لا يمكن لأحد أن يعيش معه إلا ببطولة تامة البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يتكرر نموذجه جيلا بعد جيل وحياة بعد حياة من هذه النماذج التي بالفعل تستطيع أو لا يستطيع كثير من الرجال وعظماء الرجال أن يقفوا موقفها الشهيد بلال الوحش رحمه الله في مدينة تعز بالفعل هو اسم على مسمى فكان وحشا وأسدا هصورا كان رفقائه وأصحابه يقولون بلال لا ينام ولا يدع أحدا ينام بلال عندما حوصر أحد بعض إخوانه تسلى إلى المكان الذي فيه الحصار وفك الحصار عن إخوانه وظل بعدهم يسحب جثة من الجثث فحوصر في ذلك المكان يومين وكثيرة هي بطولات هذا الرجل المغوار هذا المجاهد الذي لا يشق له غبار هذا الأسد الذي لا ينام ولا يدع أحدا ينام إذن لنقف وقفات مع حياة الشهيد البطل الأسد الوحش بلال الوحش نسمع كلماته وترديداته وهو يقول إرادة الله لا قرار وحكمة الله لا اختيار عرفته تعز مقاتلا جسورا لا تفتر عزيمته ولا يخبو حماسه ولا يجد اليأس طريقا إلى قلبه العامر بالإيمان وحب الوطن والاستعداد للبدل والتوحية إنه الشهيد بلال محمد مقبل الوحش ابن تعز الباسلة الذي عرفه الجميع بشجاعته وإقدامه فأحبهم وأحبوه وتقاسموا البطولة معه في معارك الدفاع عن المدينة الصامدة بدأ الشهيد بلال مشواره البطولي بحي الأخوة حيث كان الحي نقطة تماس مع ميليشيات الحوث الإيرانية وكان من المعدين والمنفذين لخطة تحرير مقر المؤتمر أمام حي الأخوة ومبنى المواصلات والضرائب ومواقع أخرى في الحي أخذنا جز من بازرعة الحمد لله والشباب ما زالوا متقدمين ومتمركزين والخسار الحمد لله يعني قليلة برغم وجود الألغام وقد عرف الشهيد بتحركاته الخاطفة واقتحامه لمواقع الميليشيات كإدارة الأمن التي تسلل إليها واستطاع السيطرة على دبابة كانت بالقرب منها والتسلل إلى منطقة الجحملية لتنفيذ بعض المهام كما قام بالعديد من الهجمات في جبهة المحافظة التي قتل وجرح فيها الكثير من مقاتلي الميليشيات وعند قيامه بعملية نوعية لفك الحصار عن بعض الشباب الذين تمكن من إخراجهم وحصر هو لمدة يومين أصيب وفقد أحدى عينيه عندما تأخر لسحب جثة أحد الشهداء فتم إسعافه للعلاج بالخارج حتى لا تتأثر العين الأخرى وقد عرض عليه عمل براتب كبير مع مواصلة الدراسة في الخارج فرفض وعاد إلى تعز حيث أرجعه صدقه ونبله ويقينه بعضلة قضيته تنقل الشهد في جبهة القتال وشارك في تحرير مناطق حسنات وصالة والمكلكل حتى وصف بأنه لا ينام ولا يترك أحدا ينعم حتى كان موعد تحقق حلمه بالشهادة التي تقلدها في الرابع والعشرين من شهر أغسطس عام 2016 ميلادية نتيجة إصابته برصاصة قناص بعد أن أدى واجبه وأبلى بلاء حسنا شهدت به جبهات تعز ومعارك تحريرها إذن أعزائنا المشاهدين الكرام هكذا تتجدد الأمثال هكذا أمسنا المجيد يعيده أصحاب الفجر الجديد هكذا هم رجال المقاومة والجيش الوطني يعيدوننا ضرب الأمثال ويعيدون لنا صفات الرجال عندما سقط الشهيد بلال الوحش رحمه الله بكته كل عين عرفته أو لم تعرفه من أبناء تعز لما كانت له من مكانة سامية رثاه الشعراء والأدباء فكان من أفضل الأجمع ومن أجمع الأبيات التي قيلت في بلال رحمه الله بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل على ليث عزيز حين قالوا بلال ذلك الرجل القتيل رحمه الله تعالى إلى فقرتنا القادمة من زاد المقاتل ابقوا معنا الله أكبر مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام مرة أخرى إلى فقرة زاد المقاتل في حقيبة المقاتل قول الله تبارك وتعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله سؤال واضح هذا الخطاب لمن موجه قد يظن البعض أن هذه الآية تأمر المتخاصمين أن يواجه الفئة الباغية لكن إذا نظرنا للآية من أولها نجد أن ربنا تبارك وتعالى يقول وَإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إذن فقاتلوا هو خطاب وأمر لمن أمروا بأن يصلحوا فالمصلحون واجب عليهم إذا اتضح أن هناك بغي من قبل أحد الفريقين الواجب عليهم أن لا تتوقف جهودهم عند الصلح بل الواجب عليهم أن يواجهوا هذه الفئة الباغية المتمردة لا يمكن لأحد أن يترك أهل البغي لبغيهم يبدأ الناس بالصلح ويبدأ الناس بالحوار لكن إذا لم يقتنع هؤلاء بالحوار ولا بالصلح فيجب على الناس جميعا أن يأطروهم على الحق أطراء وأن يمنعوهم عن ظلمهم وعن فسادهم وعن طغيانهم لذا أقول يا أبناء الشعب اليمني وأبناء الجيش الوطني على وجه الخصوص في كل مكان وفي كل زمان أنتم تقومون بالواجب الذي تخلى عنه الناس أنتم تقومون بواجب أناس كثر تخلوا عن واجبهم حين وقفوا موقف المتفرج بل عندما بدأت المفاوضات وبدأ الحوار الوطني واستمر هذا الحوار لمدة سنة كاملة حوار طويل وخرج الناس بمخرجات حوار كاملة ورعت دول الخليج والدول الأخرى هذه المبادرة ورعت هذه المخرجات واتفق الناس على أن يخرجوا بسلم وبشراكة لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم بغوا وانقلبوا على هذه المخرجات اعتدوا على رئيس الجمهورية واعتدوا على رئيس الحكومة وتمردوا على هذه القرارات وتمردوا على هذه المخرجات جميعا إذن ما الواجب حيال هذا؟ الواجب حيال هذا أن كل من شارك في الصلح أو شارك في أن يوفق الكلمة يجب عليه أن يقاتل الباغي ما دام أنه علم أنه باغ فعندما تشارك دول التحالف أو يشارك الناس في قتال البغاة هو من أجل بغيهم لأنهم ظلموا واعتدوا عندما يحاول هؤلاء البغاة أن يقولوا إنهم يعتدوا على اليمن إنهم يعتدوا على اليمنيين إنهم يعتدوا على كرامة اليمنيين إنهم يعتدوا على أرض اليمن أقول بالحرف الواحد وهذا أمر ملموس إنهم لا يواجهون التحالف ولا يواجهون الدول التي تحارب في اليمن إلا لأنها تواجههم ولكن قطعا من خلال تاريخهم وسيرتهم لو أن التحالف كان في مصلحتهم لما ترددوا لحظة واحدة في أن يقفوا معا لو أن إيران وما يحدث هو هذا تدفع صواريخها وألغامها وكل إجرامها وتقتل كل اليمنيين لا يمكن لهؤلاء البغاة الحوثيين أن يترددوا في أن يدعموهم وأن يقفوا معهم إذن هم لا يريدوا وقف العدوان عن اليمن بل يريدوا وقف العدوان عنهم حتى يتفرغوا لقتال اليمنيين لا يريدوا وقف الطيران عن ضرب اليمن بل يريدوا أن يوقفوا الطيران عن ضربهم وضرب سلاحهم حتى يتفرغوا لقتل من بقي من أبناء اليمن هذه الفئة الباغية لا يحق لأحد أن يقف أمامها متفرجا بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا لكل الذين يقفون متفرجين قاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الفئة الباغية إن لم يواجهها الجميع فإن بغيها سيصل إلى الجميع بلا استثناء أعزائنا المشاهدين الكرام سنقف وقفات مع صدى الجبهات من محافظة تعز من مدينة تعز التي نالها من بغي البغات ما لا يخطر على بال وبالمناسبة هي ليست أمريكا وليست إسرائيل إنها تعز أرض الإسلام والحضارة والعلم وموطن النخوة والكرامة اليمنية التي يعرفها الجميع عندما نقف مع صدى الجبهات ندرك ما يقدمه الأبطال وما يفعله المجرمون فنضع كل إنسان في الموضع الذي يستحقه بعد أن تتابعوا معنا صدى الجبهات سأترككم في حفظ الله ورعايته منتظرا لقاءكم في حلقة قادمة من حقيبة المقاتل دمتم في أمان الله وحفظه الله 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 أكبر تقع الجحملية شرقي مدينة تعز وقد بنيت الجحملية في القرن الثامن الهجري بقرار من الملك المجاهد علي بن المؤيد داود ابن المظفر الرسولي وأحاطها بسور لم يتبق منه شيء ربما بفعل التوسع الذي شهدته المدينة عبر مئات السنين وعلى مدى تأريخ المدينة احتضن حي الجحملية تنوعا ديمقرافيا وقدم صورا جميلة للتعايش حيث سكنه يمنيون من مختلف الانتماءات السياسية والدينية وظلت الجحملية كذلك عبر سنوات طويلة حتى وصلتها مسيرة الشياطين الحوثية في العام الفين وخمسة عشر فجعلت منها معقلا لعناصرها الحاقدة وقامت بعملية تهجير قسري لسكان الحي وفجرت الكثير من المنازل واتخذت من البقية مواقع عسكرية وأوكارا للقناصة فتحولت الجحملية إلى أنقاض مبعثرة على الطريق ومساحة خالية من الحياة مرت الماليشيا الحوثية من هنا تاركة وراءها كثيرا من الوجع والدمار وظنت أن ذلك سيبقيها كثيرا في تعز ترجمة نانسي قنقر لكن أبطال المقاومة الشعبية خرجوا من تحت أنقاض مدينتهم يقسمون على النصر وعلى الحياة وما بين كل زقاك وآخر من أزقة الجحملية خاض الأبطال معارك ضارية وسطروا بطولات خالدة ونسفوا من نسف الحياة وفي منتصف نوفمبر من العام 2016 تمكن أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني من تحرير كامل الجحملية لكن تحريرها لم يوقف أحزانها فالمليشيات الحوثية دمرت ما نسبته سبعون بالمئة من مساحة الحي تفجيرا وتفخيخا وأما النسبة الباقية منه وهي ثلاثون بالمئة فكان لها مأساة أخرى إذ أن المليشيات قبل فرارها زرعت الألغام خلف أبواب ما تبقى من منازل الحي كي تنفجر في من يدخلونها وذلك ما حدث فمع عودة الأهالي إلى منازلهم شهد الحي مأساة جديدة لقد انفجرت الألغام بالعائدين إلى منازلهم فاختلطت الأشلاء بالأنقاض وتشكلت مأساة دامية لابد أن تحفظ جيدا في ذاكرة المدينة وفي ذاكرة الوطن الكبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر